مع فتح سلطات السعودية موسم العمرة تدريجياً تترقب وكالات الحج والعمرة بالجزائر قرار فتح المجال الجوي أمام الرحلات الاستعدادات لاستقبال المعتمرين استضم بإشكال تحديد العسعار هو الذي يبقى مبهماً بسبب الإجراءات المشددة التي فرضتها السعودية على الوكالات والمعتمرين أهملية انطلاق حجوزات في الجزائر مرهونة بالطيران إذا كانت المجال الجوي في الجزائر مازالوا مغلوق لا تستطيع التحجز كيف تمكن أن تحجز في الفناديق مع أنك ما على بالك يفتح المجال الجوي يعني يبقى أمر مبهم لذلك الحجوزات على الرغم من أنه كانت أشخاص يحبوا يحزوا أنهم يروحوا في الرحلات الأولى بأنه ما عندناش تاريخ محدد لفتح المجال الجوي في الجزائر وكالتها الحج والعمرة والتي تعيش على حافة الإفلاس بعد موسم أسود تحاول تعويض خسائرها الكبيرة إلا أن مخاوف عودة الموجة الثانية لجائحة كورونا قد تؤجل العودة إلى النشاط هذا التكاليف يعني ما زال ما بانتش يعني ما زال ما تضحج الصورة النهائية نحن على بنا كما نقوله بشغول بصفة مجملة بل هذه الأمور اللي احتصرها أنه المعتمر يدير حجر صحي كي وصلت مع الأراضي السعودية لمدة تلت أيام هذا الهجر صحي شو رح يتكفل به يعني شو رح يتحمله والعمرة أصبحت سبعة أيام والغرفة في الفندق أصبحت الغرفة أصبحت ترفد محتمرين فقط من قبل كانت ترفد حتى أربع خمس أشخاص ألا حسب الميساحة الغرفة وفي التنقلات أصبحت الحافلة الحافلة التي تنقل خمسين محتمرين أصبحت تنقل خمسة وعشرين يعني شغل كما نقوله تضاعف التكلفة لذلك هناك عدة تكاليف زيادة في المرحلة المقبلة فرحة الجزائريين بعودة موسم العمرة ستبقى معلقة إلى غاية قرار فتح المجال الجوي على أمل أن لا تسقط الأسعار حلم زيارة البيت الحرام